عايزك بقى تزبط كوبية القهوة كده وكوبية الشاي وتصف في ذهنك كده وتركز كويس جدا عشان احنا هنقول معلومات مهمة جدا في الفيديو دوت عشان تعرف الفرق بين الذكر من الأنثى قبل ظهور الطوق طبعا حاول تكمل معايا الفيديو للنهاية وحاول تركز جدا وما تنساش تعمل إعجاب واشتراك في المنزل يا أهلا وسهلا بيكم الفرق بين الذكر والأنثى في بادغاء الضرة المطوقة قبل ظهور الطوق طبعا احنا عارفين دا ما احنا شايفين كده الوقت قدامنا دا ذكر لأن فيه يعني بنشوف الطوق لافف حوالين العنق وطبعا دوت هو اللي بيعطي للذكر الجمال فطبعا أي واحد بيتمنى أن الفرق اللي عمده يطلع ذكر لكن المشكلة أن الطوق ما بظهرش إلا بعد بلوغ الذكر طيب قبل كده يعني هل أستطيع أنني أعرف الفرق بين الذكر من الأنثى قبل ظهور الطوق لأن طبعا الطوق ممكن يظهر على سنة يعني يبدأ بس كده الطوق يتحدد على سنة لأن طبعا احنا عارفين أن الأنثى أيضا بيكون عندها طوق بس بيكون طوق خفيف جدا وده اللي بيجعل العملية فيها لبس وبيجعل العملية فيها يعني صعوبة جدا لو أنت جايب تشتري فروق زغيرة هل من طريقة نستطيع بها أن نعرف الفرق بين الذكر من الأنثى بقول لحضرتك الفرق الزغير طبعا لما أنت تكون جايب مثلا فروق لسه تأكيل يدوي عمرها مثلا شهرين أو ثلاثة أو أربعة من الصعب جدا أن أنت تعرف الفرق بين الذكر من الأنثى لأنه بيتشبه جدا طيب هل من طريق فيه طريق مضمون جدا ألا وهو تحليل الدي إن إيه ده طريق مضمون تماما لكن كل ما الطائر يكبر يعني يوصل مثلا إلى خمس شهور أو ست شهور أو سبع أو ثمان شهور بيبدأ يعني بعض الإشارات وبعض العلامات اللي أنا ممكن أستندط منها أن يعني أستطيع أنني أعرف نوع هذا البابغاء هل هو ذكر أم أنثى أعيني يا رب بقى الفرق بين الذكر وبين الأنثى في الطيور الضرة ده طبعا سواء كان على يعني سواء كان ضرة بجميع أنواعها يعني سواء كان ضرة أخضر أو سواء ضرة مثلا أصفر أو سواء ضرة أمريكي أو أيا كان أول علامة بتميز لنا الذكر عن الأنثى زي ما احنا كده بنشوف بنشوف الرأس رأس الطائر فطبعا الرأس الطائر اللي هو الذكر باللاحظ أن هي طويلة وباللاحظ أن هي يعني إيه باللاحظ أن هي ضخمة يعني فيها ضخمة وفيها يعني عريضة وكمان فيها طول إنما رأس الأنثى باللاحظ أن هي فتصانة تحت شوية يعني قصيرة شوية وباللاحظ كمان أن هي رأسها صغيرة يعني نسبيا هي نازلة تحت قصيرة وكمان الراس نلاحظ يا جماعة أن الراس بصوا كويس كده وركزوا أنا هورد لكم الوقت الصور والصور دي كمان يعني هختبركم فيها تقدروا تحددوا الذكر من الأنثى فهنلاحظ أن الراس الذكر عريضة عريضة من قدام وطويلة نسبيا طيب بالنسبة للراس الأنثى فتصانة شوي تعالوا بعد كده نشوف علامة تانية شوفوا كده معي الصور عشان تحددوا كويس وده يبقى عندكم خبرة كبيرة جدا الحاجة اللي بعد كده بنلاحظ أن الطوء بالنسبة للذكر بنلاحظ أن الطوء بيكون صغير جدا يعني فيه طوء ظهر هوت حوالين الذكر ونلاحظ الحجم وكبر العنق وطوء خفيف جدا والطوء ده يا جماعة ما بيظهرش ألا بعد 8 شهور بيكون يعني ايه طوء خفيف جدا يعني حاجة كده ايه زي مسحة فقط ما ظهرش لسه لا ريش أحمر ولا ريش أسود تعالوا نشوف كمان علامة بتبين لنا الذكر من الأنثى العلامة دي احنا قلنا الرأس تاني حاجة احنا بنشوف أن الأنثى عريضة يعني الأنثى كده بنلاحظ دايما انتم شايفون كنا في الصورة عريضة إنما الذكر بنلاحظ أنه هو ايه جسمه متناسق جسمه يعني واخد كده ايه بيعني نحيف عن الأنثى ومتناسق وجميل عن الأنثى بنلاحظ كمان أن الذكر بيكون الريش بتاعه أكثر خضارا وأكثر يعني زاهي يعني الريش بيكون زاهي جدا عن الأنثى بنلاحظ كمان لو انتم بنشوف مع أنا كمان كده الصورة هنا هنلاحظ أن الفرق كبير جدا بين العرض الأنثى فعرض الأنثى بيكون يعني أكثر نسبيا يعني بتكون الأنثى حتى وهي وقفة كده بنلاحظ أن هي أكثر يعني بنلاحظ رجليها مفتوحة شوية إنما الذكر لما بيقف بنلاحظ أن رجليه بتكون ديئة أو بتكون وقفة بجوار بعضها فالأنثى بتكون عريضة أو الحوض بتاعها العظمتين بيكونوا أوسعة بس ده ما بيظهرش أوي وما بتضحش أوي ألا لما تكون الأنثى بلغت وبدأت عشان البيض فبلاحظ أن العظمتين الحوض بنلاحظ أنه فيه اتساع ما بينهم بخلاف الثكر طبعا الذكر بتكون العظمتين مقفلين يعني ملتسقتين أو بينهم انفتاح بسيط جدا طيب أيضا بقى إحنا هنشوف الوقتي الوقتي الصورة هوت يعني هنختبرك فيها ونقول لك ده ذكر ولا أنثى تعالوا كده نشوف الصورة الأولية يا ترى هل دول ذكر ولا أنثى بص كده كويس هنلاحظ الرأس الكبيرة الرأس الطويلة هنلاحظ المسحة الخفيفة المسحة الخفيفة اللي حوالين العلق فده دليل على أنه ذكر تعالوا كده نبص ترى يا ترى برضا ديها أنثى ولا ذكر نشوف كده كويس أوي ده ديت إيه؟ ديت أنثى لأن الرأس فتصانهيت وكمان الاتساع الحوض ونشوف يعني بكل وضوح أن ديت أنثى بالغة كمان أنثى إيه؟ أنثى بالغة نشوف كده تاني نشوف كده معايا ضم الذكرين شوفوا كده معايا في الصورة شوف كمان الصورة دي كمان معايا كده وركز كويس أوي وحدد وبدأ فكر لأن يعني عشان تعرف الذكر من الأنثى المسألة بسيطة جدا كل الحكاية كلها أنت يكون عندك خبرة والخبرة ديك بأن أنت تكون ربيت يعني ربيت الطيور ديك بشكل استمراري وقدرت تتميز ما بين الذكر والأنثى فأنت بص على كل صورة عشان تقدر تحدد ما إذا كان ذكر أم أنثى ما إذا كان فرخ صغير أم أن هي أنثى بالغة فشوف كده معايا ويعود نفسك عشان تاخد خبرة كبيرة هل دوت فرخ ولا دوت أنثى بالغة هل دوت ذكر ولا أنثى شوف معايا الموضوع كويس جدا وشوف الصور كويس جدا عشان تزداد خبرة وتزداد معلومات أيضا الذكر بيمتازع أو بيتميز عن الأنثى بأن الذكر نشيط يعني شوفوا قبل ظهور الطوق بنشوف حركات الذكر دي حركة بتدل على أن ده ذكر تعالوا بقى كمان نشوف الأنثى حركة الأنثى دي أنثى يعني إيه راغبة في التزاوج أو بيقولوا عليها أنثى زيفة يعني تحتاج إلى التزاوج والحركة بتاعتها بتكونها شايفين زي ما احنا بنشوف كده زي ما احنا بنشوف دي حركة الأنثى اللي هي راغبة في التزاوج وشوفنا الوقت الفرق بين حركة الأنثى وحركة الذكر وده كمان صوت الأنثى وده طبعا علامة واضحة جدا إن دي أنثى وحتى لكا نخدعوا الأنثى بيكون لها طوق خفيف جدا الأنثى بيكون لها طوق خفيف جدا وهي ديت اللي بتعمل يعني ده أصل المشكلة نصحة مني لو أن انت بتشتري فروخ صغيرة يعني اللي هم عندهم أربع شهور أو الكلام دوت فأنت حاول أن انت تعمل لهم تحليل الدين إيه عشان تريح نفسك لو كانت مثلا عندهم تمن شهور عندهم تسع شهور فبالخبرة تستطيع أن انت تعرف وتميز الفرق بين الذكر من الأنثى هيكون الأمر يعني أسهل شوي انزل بقى أعمل إعجاب وعمل اشتراك وشارك هذا المقطع حتى تعمل فائدة وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته